انتهت اليوم الورشة التدريبية التي أقامها المركز الوطني لتطوير التعليم من وضع الإطار العام لتطوير المناهج في المرحلة المتوسطة وذلك ضمن مشروع البرنامج المتكامل لتطوير مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة انتهت اليوم الورشة التدريبية التي أقامها المركز الوطني لتطوير التعليم من وضع الإطار العام لتطوير المناهج في المرحلة المتوسطة وذلك ضمن مشروع البرنامج المتكامل لتطوير منهج التعليم والذي يهدف إلى خلق قفزة نوعية في جودة التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة في دولة الكويت واحتوت الورشة على 11 فريقا تم اختيارهم من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي وتشمل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب وجعمية المعلمين والاتحاد ملاك المدارس الخاصة وخبراء من البنك الدولي ويرأس هذا الفريق خبراء من المركز الوطني لتطوير التعليم برأسة الدكتور رد الخياط مدير المركز الورشة هذه ان شاء الله انتهت اليوم من وضع الإطار العام لتطوير المناهج والمعايير للمرحلة المتوسطة والأخوان حاليا يقومون بعرض نتائج أعمالهم نتائج الورشة خلال الأسبوعين اللي مضوا احنا نتمنى ان شاء الله مع شهر ستة القادم 2014 نكون انجزنا المعايير المناهج للمرحلة المتوسطة ترجمة نانسي قنقر